بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها رجاء 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 ولو كنت جميلة لا تتزوجي أبدا من رجل يبحث فقط عن الجمال الظاهري ولا يبحث عن الجمال الروحي ولو كنت جميلة لا توافق أبدا لماذا؟ لأن هذا الجمال في يوم من الأيام لا بد أن يذهب لا بد أن يذوب وهنا تأتي العلاقات المشبوهة وهنا يتركك ويجرح مشاعرك ويجرح أنوثتك ويبحث عن فتيات صغيرات جميلات هذه النتيجة مع إنسان ومع رجل لا يفكر إلا بشهوته ونزواته وإذا لم تصدق ذلك وتقول الله بأس أنا جميلة وإلى غير ذلك فسألي الفتيات اللوات تزوجنا وكنا جميلات والآن كبرنا في السن ماذا يفعل أزواجهن الذين ما تزوجوا منهن إلا لجمالهن فقط في الأعم الأغلب في دراسة اجتماعية 90% من هؤلاء في منتصف الطريق ليس عندما كبرت لا لا في منتصف الطريق يعني بمعنى يعني إذا كان قد تزوجها بعمر العشرين لا قبل لسر أربعين عام قبل لسر أربعين عام بدأت علاقاته مع نساء أخريات أما المتزوجة يعني هذه ساعدها الله المتزوجة من رجل يبحث فقط عن الجمال الظاهري ولا يبحث عن الجمال الروحي فهذه تعيش يعني مرارة في حياتها غير طبيعية لأنه لا ينظر لشيء هو أعمى أعمى عن نظافتها أعمى عن تربية أولاده أعمى عن كل ما تبذله من جهد لتنظيف البيت أعمى عن كل ما تطبخه من طعام جيد أعمى عن كل ما تسهر من أجل راحتهم وتجلس عند الصباح لأجل راحتهم أيضا هو أعمى هو ينظر فقط بأن زوجتي غير جميلة زوجتي كبرت في السن زوجتي ليست بذاك المستوى من الجمال زوجتي قبيحة هو فقط ناظر لهذه القضية فقط فساعدها الله لأن تعبها يذهب أدراج الهواء إلا إذا كانت هي تتعب لوجه الله سبحانه وتعالى تعمل كل ما في المنزل وهذه نصيحة رجاء رجاء إذا كان زوجك من الأشخاص الذين يبحثون فقط عن الجمال الظاهري وليس جمال الروح فرجاء من الآن أعمل جميع الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لأجله كي وأنت تقولين له يعني ألا يكفي بأني عملت كذا في البيت وأنا أسهر وأنا أطبخ وأنا أربي وأنا أدرس وأنا لا لا هو لا ينفع معه ذلك أبدا فرجاء نجعل جميع الأعمال لوجه الله على الأقل الله سبحانه وتعالى يثيبك عليها الجنة فورا ومن دون حساب كما جاء في الروايات أفضل من أنك تحاولين ماذا بأني لست جميلة ولكن على الأقل أحاول أن أتميز كما تقول بعض الدراسات إذا لم تكني جميلة فحاول أن تتميزي بنظافتك ونظافة بيتك وتربية عيالك هؤلاء مجرد شهوات لا عقل لهم هؤلاء مجرد نزوات لا عقل لهم لا ينفع معهم أبدا فحاول لقدر الإمكان الدعاء نعم الدعاء لا يهلك مع الدعاء أحد دع الله سبحانه وتعالى بأن يهديه إلى العقل وأن يقدر وأن الله سبحانه وتعالى يفتح بصيرته يفتح بصيرة قلبه وأن لا يكون أعمى فينظر إلى جميع جهودك الكبيرة في البيت ورجاء نجعل الأعمال من الآن وصاعد لله سبحانه وتعالى فإنه لن ينظر إلى غير بأنك لست بجميلة ومع الأسف ليست هناك إمرأة ليست جميلة من لم تكن جميلة بعينه هو هي جميلة بعين آخر كان يتمنى بأن يجلس معها يتمنى بأن يسمع صوتها يتمنى أن يكون خادما بين يديها ولكن مع الأسف مع الأسف مع الأسف كثير من الأباء عندما يأتي هذا الشاب الذي يحب ابنته ويريد أن يدللها ولكنه فقير حال ولكنه ليس بالمستوى المعيشي ذاك فورا يرفض ويقول لا يجب أن تتزوجي من فلان وكذا وكذا مواصفاته ولو أن الأب زوجها ممن أحبها لكان له أفضل لكان له أفضل أو على الأقل كما قال الإمام الحسن عليه السلام زوجها من رجل شهم كريم فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها وإن لم يحبها عفوا أو لم يحببها عفوا فعلى الأقل لم يظلمها لا يظلمها كما يقول الإمام الحسن المشتبى عليه السلام فإذن رجاء رجاء إذا كنت غير متزوجة ولو كنت جميلة لا تتزوجي من رجل جاء إليك فقط لجمالك لأن هذا الجمال سوف يذوب وإذا لم يذوب في بدايات الزواج لأنك بعدك شابة وقوية فاعلم بأنه فوق كل جمال جمال هو بمجرد أن يرى أجمل منك ينتهي كم من نساء جميلات وسبحان الله لهن من الجمال الشيء الكثير وتتفاجأ بأن زوجها يبحث عن فتيات أخريات هو صاحب شهوة ونزوة لا أكثر ولا أقل وكذلك إذا كنت متزوجة فرجاء يعني احتسبي أمرك عند الله سبحانه وتعالى وحاول أن تعمل لله سبحانه وتعالى وادعو لزوجك بالهداية وترك هذا الأمر بأنك تعملين لكي تغطي أنت جميلة أنت جميلة وتعرفين وتتذكرين جيدا كم من شاب بحث عنك ولكن مع الأسف يعني الأبوين الذين قد رفضا أو أنه نتيجة يعني الحكم الاجتماعي والأعراف الاجتماعي لم يستطع أن يتقدم لك لأنه لا يملك مالا أو لا يملك وظيفة وإلى غير ذلك مع الأسف والله نحن بعيدين عن الإسلام بعيدين عن الإسلام كل البعد لو إن هذا المجتمع يعمل بما أمر به الإسلام لبارك الله فيه وبارك في رزقه وبارك في أهله ولأجرى عليهم الخيرات ولكن كلما ابتعدنا عن الله ابتعدت عننا الخيرات والأرزاق والاستقرار والراحة جاء رجل إلى رسول الله وكان يحب إمرأة وقال له يا رسول الله أنا أحب فلانا ولكن لا أملك شيئا لا أملك شيئا من المال فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله لأهلها وقال لهم بأن فلان يريد ابنتكم للزواج فقال له يا رسول الله هذا الرجل قد أتى إلينا وهو لا يملك مالا أبدا فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يقول هل لا زوجتموه على بركة سورة البقرة يعني مهرها سورة البقرة أن يقرأ سورة البقرة وإذا بي الرجل بأبي هذه البنت قد وافق كرامة لقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وتصور بعد ذلك بأن لأن الأب قد وافق ولأن البنت قد وافقت ولأن هذا الزوج يعني رجل صالح وبحث عن عائلة شريفة دعا لهم رسول الله بالغنى فما مر شهر إلا وأصبح هذا الرجل الشاب من أثرياء المدينة لو أننا ذهبنا إلى عائلة ورضيت بأخلاق فلان ولو كان فقيرا لدعا لهم صاحب الزمان عليه السلام لأنهم ماذا لأنهم قد مضوا على سنة أهل البيت مضوا على طريقة أهل البيت لو أن الأب يقدر ويقول أنا أساعدك لأنك إنسان جيد لأنك على منهج أهل البيت هذا ليس بالبسيط عند أهل البيت فورا الله سبحانه وتعالى يفتح عليه الأرزاق أهل البيت عليه السلام يدعون لتلك العائلة وهذه العائلة ولكن مع الأسف من يؤمن بهذا الكلام؟ من يؤمن؟ وعندما لم نؤمن بهذا الكلام انظروا انظروا إلى الطلاقات وإلى الزواج الغير مستقر والزواج الغير مريح إطلاقاً وكثرة الخلافات والأزواج الذين لا يحبون بعضهم بعض على كل حال فإذا الزواج من شخص لا يبحث فقط عن الجمال الظاهر رجاء يعني ابتعدي عنه ابتعدي عنه اهربي منه إطلاقاً فهذا لن ينفعك في حياتك أبداً من مبشراته بأنه فوراً ورى الزواج ولو بعض شهر شهرين فهو سوف يبحث عن امرأة أخرى إذا كانت أجمل منك ولو بقليل لا والأتعس في بعض الأحيان لا يحب يعني امرأة هي لا تصل لجمالك أبداً لا تصل ولكن هو صاحب نزوات وشهوات برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام